المزيد من أجواء اليوم الأول من عيد الفطر مع شبكة مراسل سكاينيوز عربية طبعا كل عام وأنتم بخير البداية مع عبدالله يحيى مراسلنا في مكة كنا تابعنا معك عبدالله منذ قليل في تقرير الأجواء الاستثنائية التي يعيد فيها العيد في مكة المكرمة أطلعنا قليلا عليها نعم إن شاء الله في هذه الأثناء تقام شعائر صلاة الظهر ووفق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السعودية الآن نشاهد هذا الالتزام الكامل والذي يطبقه المواطنون والمقيمون هنا في مكة المكرمة وفي باقي مدن المملكة لكن هنا في مكة المكرمة هذه المناظر التي تعتبر خالية تماما من جميع مظاهر العيد التي نشهدها كل عام والأعداد الكبيرة التي تدخل إلى المسجد الحرام وإلى المنطقة المركزية وأيضا إلى المناطق الأخرى في مكة المكرمة والتي تقوم بالاحتفال في هذا اليوم تحديدا وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والدخول بشكل كبير في مظاهر كبيرة واحتفالات كبيرة لكن اليوم نشاهد هذا الالتزام الكامل من قبل المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة في الخلوة الكامل منذ الساعات الصباح الأولى في المسجد الحرام وفي ساحاته وفي المنطقة المركزية وهي تشهد هذا الالتزام الكامل في كافة مناحي الحياة والتي تشهد منذ حضرها على مدى 24 ساعة حتى اليوم وهي في هذا الحضر حتى يوم الرابع من شهر شوال أي بعد عدة أيام وما سوف تنتج عنه من قرارات منتظرة في هذه الأيام المقبلة نتحول إلى القاهرة مع مرسلنا أحمد مهران أحمد ممكن قمت بجولة اليوم في الشوارع كيف تبدو أيضا الصورة في أول أيام العيد لديك في الواقع هو عيد منزلي مع اختفاء مظاهر العيد وإغلاق المتنزهات العامة والحدائق والشواطئ وذلك بالطبع كترجمة للقرارات الحكومية والتدبير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا اليوم يبدأ تطبيق موعيد جديدة لحظر التجوال تبدأ في الخامسة مساء بدل من التسعة مساء وذلك بالطبع كإجراء يأتي في خلال أسبوع يستمر طوال أسبوع العيد حتى التاسع والعشرين من مايو لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من الإجراءات تبدأ في الثلاثين من مايو أما في أجواء العيد فهي كما تبدو في الشوارع لا احتفالات من ظاهر السخب المعتادة اختفت في هذا العيد بالطبع المواطنون أغلبيتهم التزموا منازلهم لم يؤدي أغلب المواطنون صلاة العيد بالطبع لأن المسجد مغلقة بل أدوها في المنازل في أجواء أسرية يعني رصدنا أن بعض المواطنين خرجوا إلى الشرفات في وقت صلاة العيد لأداء تكبيرات العيد مع صوت التكبيرات التي أذيعت مباشرة في التلفزيون بالطبع هذه الأجواء الغائبة هي مشاهد استثنائية غير مألوفة وتعتبر سابقة لم يعهدها المصريون من قبل أن يأتي العيد بشكل هادئ وبشكل صامت ويمر من دون أن يترك ذكرى في نفوس المواطنين بالطبع هي أجواء لا يتمنى المواطنون أن تتكرر ثانية لأن العيد بالنسبة للمصريين وقت بهجة وخروج إلى المتنزهات ويعني تلبية احتياجات الصغار من الترفيه في الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة كل هذه المظاهر غابت اليوم عن هذا العيد وذلك بعد مرور مائة يوم بالتمام والكمال على دخول وباء كورونا البلاد وقد اتفعت حصيلة المصابين إلى أكثر من 16500 مصاب من بينهم أكثر من 730 حالة وفاق إلى لبنان مع مرسلتنا دارين الحلوي الموجودة في منطقة البيقاع أيضا دارين كيف استقبل اللبنانيون العيد في ظل قيود على الحركة وأوضاع اقتصادية صعبة أيضا قد لا يبدو المشهد مختلفا إلى حد كبير مع ما ذكره الزملاء في دول تحتفل بعيد الفطر عما تشهده المدن والقرى اللبنانية في البقاع هناك بلدة معزولة هي بلدة مجد العنجر فيها لم تقم صلاة العيد لم تصدر ولم تصدح مكبرات المساجد بتكبيرات العيد المساجد مقفلة الدخول والخروج من البلدة كما هو واضح في الصورة ممنوع إلا للحالات الطارئة والاستثنائية هناك 22 مدخلا ومخرجا للبلدة جميعها مقفل بسواتر ترابية وأعمدة حديدية استعملت كحواجز لمنع دخول وخروج المواطنين إليها حتى هذه اللحظة في البلدة 40 شخصا مصابا بكورونا وهو عدد كبير بالنسبة إلى النسب التي شهدتها المدن والبلدات اللبنانية هناك المزيد من الفحوص المخبرية المنتظرة نتائجها في الساعات المقبلة وهناك ترجيح لارتفاع هذا العدد بالرغم من إجراءات التعبئة المشددة المتخذة داخل البلدة المحلات مقفلة بشكل تام باستثناء تلك التي تقدم أو تبيع المواد الغذائية وسط إجراءات أيضا مشددة من الوقاية لمنع تفشي الوباء إجراءات العزل هذه ستبقى مستمرة حتى يتراجع عدد الإصابات أو يتم السيطرة على انتشار الوباء ليست مجد العنجر وحيدة في هذه الإجراءات أو في حالة العزل هذه هناك أيضا بلدات عدة بينها بلدة مزبوط في جبل لبنان التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة بإصابات الكورونا داخل في صفوف أبنائها لافت أن الأيام الماضية حملت ارتفاعا ملحوظا بأعداد المصابين بكورونا وهذا الأمر أدى إلى حالة من الهلع في صفوف المواطنين بعد مرحلة من الأطمئنان النسبي دفعت الحكومة إلى الإعلان عن فتح تدريجي للبلاد بعد أسابيع من التعبئة العامة والإقفال المتقطع للمرافق الحيوية في البلدة حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن سيطرة على الوباء نحن بانتظار مرور عدة أيام وانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي يجري العمل على جمع عينات عشوائية لها لتحديد الأماكن أو النقاط التي يتوزع أو يصدر منها عدوى الوباء نحن اليوم بانتظار وصول سبع طائرات إلى مطار بيروت ضمن رحلات الإجلاء اليوم هو اليوم الأخير في رحلات الإجلاء مع العلم أن رحلات الإجلاء حملت العشرات من الإصابات إلى لبنان وهذا الأمر أدى إلى تفشي كورونا ليصل عدد المصابين إلى أكثر من ألف إصابة في لبنان شكرا لدارين الحلوي مرسلتنا في منطقة البقاع لعبدالله يحيى مرسلنا في مكة المكرمة وأحمد مهران مرسلنا في القاهرة